أهلا بحضراتكم من جديد شفنا أحوال الرياضة وشفنا اللي حاصل في الاتحاد المصري للكرة وطائرة في انتظار تصويب هذا الأمر لكن يبقى عندنا كلام مهم فيه الغربال ونعم الفشل الموسم الكرة والحالي أو اللي انتهى أول مبارح وصم بأنه من مواسم الفشل بالنسبة للأهل وعايز أقول لكم أما وإن احنا يعني بنلم الورق بتاع الموسم ده طبعا فيه بطولة الكاس لسه مؤجلة المفروض تتلعب خلال كاس العالم يعني في نوفمبر اللي جاي خلال التوقف بتاع كاس العالم لكن عايز أقول لكم أنه الأهل في أسوأ مواسمه وصل لنهاية بطولة أفريقيا ولولا غياب العدل ولولا غياب المساندة من مصر من الاتحاد المصري للنادي الآلي كان الآلي لعب الفاينال في مصر ما كانش أبدا مضطر أنه يلعب في الدرجة لا مش غياب المساندة تعمد العرقلة وتعمد عرقلة الفريق أعتقد كانت المسألة واضحة جدا في هذا الموسم اللي انت موصوف فيه بأن ده من المواسم الفشل انت بتلعب في مصر أفريقيا واضطررت أن انت تلعبه بره في أرض المنافس بشهادة كل المسؤولين في الاتحاد الأفريقي أن ده مسألة كان فيها قدر عالي جدا من الاجحاف للأهلي ده الفشل لشان كده أقول لكم ونعم الفشل الأهل هو صاحب حتى في الدور اللي لم يفز به اللي صاحب أقوى خط هجوم متساوف مع الزمالك اللي فاز بالبطولة ب62 هدف يعني انت مش منهار هجوميا اللي قال صاحب أقوى خط دفاع في الدوري دخل مرماه 21 هدف اللي بعد منه فاركو دخل مرماه 22 وطلع الجيش 24 وبرمز 25 والزمالك بطل المسابع كان فيه بعد كده برصيد 29 هدف دخلوا مرماه على رغم كل ده الأهل كان بيلعب آخر سبع مباريات ليه في الدوري بالناشئين بالناشئين تماما والناس اللي راجع من الإصابة فأسوأ موسم محلي للأهل تراجع فيه للمركز الثالث ما خسرش من بطل المسابع ده بالعكس ولا من الوصيف لا خسر من الوصيف ده كسب خمسة تلاتة وكان ممكن الخمسة دي توصل لكتير لكن خمسة تلاتة واثنين اتنين الألف أسوأ موسم له بدأ بالفوز على الإسماعيل أربعة وختموا بالفوز أيضا على السيراميكا أربعة يعني بدأ بربعية ونهى بربعية وفزع الزمالك خمسة تلاتة في أكبر المباريات تسجيلا للأهداف يعني تماما أهداف في مباراة واحدة كانت مباراة القمة وفي مباراة انتهت أربعة أربعة لألي فزع الاسموخ أربعة واحد فزع المقص أربعة صفر فزع الفرق أربعة واحد فزع البرامز تلاتة صفر فزع الاتحاد تلاتة صفر فزع الفيوتشر وسيراميكا أربعة صفر يعني حتى في أسوأ موسمك انت بتكسب أربعات وخمسات ايه اللي حصل؟ طبعا قلنا انك انت وصلت المرحلة معينة من الانهاك والإرهاق والإجهاد والإصابات خلصت عليك وده كان تكرار للموسم اللي فات نفس الصيغة اللي تعاملنا بيها للأسف وقلنا بعيدا عن التحكيم وبعيدا عن الحقوق اللي هدرت لا فيه أخطاء ارتكبت لازم أن نصوابها ولازم أن ناخد بالنا منها ولازم أن ما نسمحش بتكرارها لكن على ذكر عندك تعليق على الأرقام ها لازم نسترد عنفونا عشان التحكيم ما يلعبش بينا أي مهما عمل التحكيم ساعت حنقدر نتجاوز طيب الحقيقة في ظل هذا الفشل اللي الناس استغلته وعشان تشوفه التربص الناس مستنية وأسوأ حاجة فعلا أن انت يبقى عندك أرقام واضحة وحقائق واضحة جدا ما تتعاملش معها لكن تتعامل مع جزئية معينة الهدف في نفس عقوب فكانت المسألة هو الضغط على الخطيب الضغط على مجلس الإدارة محاولة تهز سيقة الجمهور ودي كانت واضحة جدا الكاتب الصحفي الكبير والموضوع الحياة الأستاذ عصام السباعي رئيس تحرير آخر ساعة واحد من الكتاب المهمين المنصفين الموضوعيين كتب في اليوميات في الأخبار موسم البحث عن فضيحة أسباب فشل الكابتن محمود الخطيب وقال عصام السباعي لابد أن نصدق من يقول أن الكابتن محمود إبراهيم عبد الرازق الخطيب قد فشل في إدارة النادي الأهلي خلال رئاساته له وهو شيء واضح لكل من لديه فكرة عن ألف باء بيزنس كرة القدم فهو فاشل لأن النادي الأهلي حصل على جائزة نادي القرن خلال الفترة من 2001 لعغاية 2020 في جواز جلوب سوكر لهذا العام والتي تم توزيعها في دبي هو فاشل لأنه استعاد بطولة دور أبطال أفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ سبع سنوات قبلها ووصل النادي إلى نهاء دور الأبطال خمس مرات في ست سنوات خمس مرات في ست سنين بيقول كمان عصام السباعي فاشل لأن النادي حقق البطولة مرتين متتاليتين وخسر السالسة بدعم كبير من أشخاص مصريين فاشل لأن الأهلي فاز بـ 12 بطولة في آخر أربع مواسم 12 بطولة سواء محلية أو قرية أو برونزية كاس العالم للأندية الخطيب فاشل لأن لسانه ليس طويلا الخطيب فاشل لأنه مؤدب مهزب محترم لا يجيد فنون فرش الملاءة الخطيب فاشل لأنه أعاد الساعات ورد الدولارات الخطيب فاشل لأنه يفضل اللجوء للنيابة والقضاء وليس للتلاسم والمهاترات بيقول عصام السباعي ويا كل من تراه فاشلا اسمح لي يا هذا أن أدعو الله أن يزيده فشلا على فشل ويبارك في ذلك الفشل ويحرمك منه أمين أمين أعلقت خلاص ليه أنا بقول لك أن نعمل فشل لأن الحقيقة أنت لما يبقى عندك أرقام بتتحقق بهذا الشكل وتلاقي ناس تختزلك كل حاجة في موسم أو في بطولة أو في دوري أو في نص دوري اعرف أن أنت بصدد تربص شديد وناس هي عايزة كده وبتحاول تسير كل الأمور بهذا الشكل برغم وضوحه بص حتى عصام السباعي وبيتكلم على يا ناس اللي بتتكلموا على بيزنس كرة القدم بتتكلموا على مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب هذا المجلس عظم موارد النادي إلى درجة أنه لما خرجت الشركة الرعية وأريد تركيع الأهلي الأهلي دخل في ممارسة حقق مع شركة بريزنتيشن الوطنية عقد رعاية أعلى من سابقه من اللي انسحب وبقي الأهلي بقيمته وبكبرياءه وبموارده وبجمهوره وبدعمه وبوطنه وبلده وحرصه على مؤسساتها لما أريد تركيع الأهلي وإخضاع الخطيب نفذ محمود الخطيب ومجلس الإدارة تجربة رائدة جدا في أن أنت تعمل المجموعة الاقتصادية وتتشارك مع شركة وطنية شركة بريزنتيشن وتوصل إلى أعلى مدخيل لك تحقق لك موارد قوية جدا هذه الموارد بهذه القيمة وهذه المشاركة مع الشركات الوطنية خليتك في ظروف الجائحة محتاجتش حاجة من حد مخصمتش جنيه من عامل متوقفتش عن دعم فرأك حققت كل البطولات رحت كسر عالم مرتين أسعدت جماهيرك وشرفت بلدك في منديال الأندية مرة في الإمارات ومرة في قطر على أرفع وأعلى ما يكون وخدت دوري أبطال أفريقيا مرتين من ثلاثة ولو وجدت الدعم الكافي والمساندة من هنا كان زمانك واخدت ثالثة لكن لم يرد ليك ده لم يرد ليك ده كفاية كده أقف عند الحد ده أنت مع كل هذا الفشل بتحقق كل هذه البطولات وهذه الموارد ثم تفوز في الإمارات بجازة محمد بن راشد المكتوم كأفضل مؤسسة رياضية بتدار بهذا الفكر الإبداعي وأن دي جازة الوحيدة اللي أعطيت لأي نادم في الشرق الأوسط كان النادي الآلي ومجلس إداراته ورئيسه محمود الخطيب ده الفشل اللي محدش عايزه بصله خالص لكن مجرد أن أنت تفقد بطولة الدوري زي ما كتب في الأهرام الأستاذ سمير الشحات النفوز الزمالك انتصار للأهلي والراجل شاف أنك أنت بتستفيد من أخطائك وبتعالج أمورك كلها لأنك باستمرار بتصوب مسيرتك وبتشوف أنت تعصرت فين إيه أسباب هذا التعصر وزي ما أضاف الأستاذ حسن المستكاوي استمرارا لرؤيته حول أسباب فشل الأهلي في الدوري أو أسباب ما هو خده بالكو القاعدة أن يفوز الأهلي بالدوري أنت تحاسب على ما تفقده بالضبط وغيرك يهنأ على ما يكتسبه أنت القاعدة أن يفوز الأهلي بالدوري لأنه لما تلاقي البطولة فريق بياخدها 42 مرة ثلاث أضعاف أقرب منافسية يعني نادي الزمالك الشقيق فاز بالرقب بالرقب الأربعتاشر اللي الأهلي حققوا من 40 سنة فاته من 77 يعني 45 سنة بالضبط كاملة الأهلي حاصل جمع جميع أندية المسابقة الشقيقة المحترمة ضعفها عايزين بقى مرة كده ها ها عشان هم اللي بيطلبوا هذا كلام نعمل تحليل وتحقيق على البطولات الحلال والحرام نفسي ها عشان نشوف مين اللي بيكسب حلال ومين اللي يستكسب حرام طيب ده كان أبرز ما في الغربال من وقاع وحقائق وأرقام ونعمل فشل فيها لأنه شفته قد إيه الفشل بيكرم ويقدر ويثمن ويكافأ بجائزة الإبداع الرياضي مش من مصر من الإمارات جائزة محمد بن راشد وشفته قد إيه موارد النادي الأهلي بتتعازم وقيم السوقية بتتضاعف وبطولاته بتتحقق كل ده فشل لكن إذا اختزلت بطولة العالم كله وكل منافسات الرياضة في الدوري فليكن بس خليكم فاكرين لما الأهلي كان بيأخذ الدوري أنتوا نفسكم كنتوا بتقولوا دوري مفهوش منافسة دوري الفيفا بيقول أقل درجات التنفسية دوري أضعف من موزنبيكو جيبوتي كل ده تقال لما كان الأهلي بيأخذ الدوري لما الأهلي يفقد الدوري تسمعوا كل اللي أنتوا سمعتوه عن الفشل فليكن هذا هو التقدير الحقيقي للنادي الأهلي زي ما المهندس عادل قال في البداية ده أكبر تقدير للنادي الأهلي لما تفرح أوي أستاذ إبراهيم وتسمي فوزك علي معجزة أبقى أنا في حتة تانية